هذا وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دكتور عبدالطيف بن راشد الزياني بالتمرين الأمني الخليجي المشترك أمن الخليج العربي الأول الذي أقيم في مملكة البحرين برعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه وبحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس وعرب الأمين العام في تصريح لوكالة أنبال البحرين عن اعتزازه بمستوى التنظيم والإعداد المتميز والجهود الكبيرة التي بدلتها وزارة الداخلية بقيادة معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لتنظيم هذا التمرين الأمني المشترك الذي يجري تنظيمه لأول مرة وما وفرته الوزارة من إمكانيات متعددة لإظهاره بالصورة المشرفة التي تعكس كفاءة الأجهزة الأمنية البحرينية وما تتحلى به من قدرات متطورة تبرهن على حسن الاستعداد والجاهزية والكفاءة العالية وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن تقديره للمشاركة الفاعلة من مختلف الأجهزات الأمنية بدول المجلس في التمرين الأمني الخليجي المشترك وقال إن هذه المشاركات تؤكد أن الأمن الخليجي وحدة واحدة وأن التعاون المشترك ركن أساسي في الحفاظ على أمن دول المجلس وسلامتها والحفاظ على استقرارها معبرا عن فخره بما أبدته القوات الأمنية المشاركة في التمرين من كفاءة عالية وقدرات ملموسة على التعامل مع شتى أنواع المهاجهات الأمنية بما يعكس المستوى المتطور الذي بلغته والقدرات الكبيرة التي تتمتع بها وأشهد الدكتور عبدالطيف الزياني بمستوى التنسيق والتعاون الأمني القائم بين دول مجلس التعاون والذي بلغ مستوى رفيعا يبعث على الفخر والاعتزاز ويبرهن بأن تكاتف دول المجلس وتضامنها كفيل بدرء الأخطار والتحديات التي تواجه دول المجلس على الصعيد الأمني بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجريم المنظمة ونوها بما تحقق الأجهزة الأمنية بدول المجلس من إنجازات ملموسة في كشف التنظيمات الإرهابية وتفكيك خلاياها والقبض على عناصرها مشيدا بما تتمتع به دول مجلس التعاون من استقرار وأمن وأمان يلمسه المواطن والمقيم في دول المجلس على حد سوى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر